أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي عن أمله في الإعلان عن اتفاق بشأن غزة قريبا وأضاف كيربي أن واشنطن تعتقد بأن نص الاتفاق بعد تعديله يشير إلى أن الفجوات المتوقية يمكن بالتأكيد سدها وضيفا أن المحادثات تبدأ مجددا في القاهرة ويملغي للطرفين تضييق هوة الفجوات المتبقية وأضح البيت الأبيض أن واشنطن ستراقب عن كثب تحرقات إسرائيل في رفح الفلسطينية وأنها تعمل جاهدة على ضمان تضفق المساعدات الإنسانية لغزة دون معوقات مشينا لأن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن عملية رفح ستكون محدودة